أعزوه لكم ترجم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلصين مع رسول الله ماذا تحليل بيه؟ الوحدة الأولى الغلاف الجوي الأتمسفير وهنا نواصل الدورات الغازية من ضمنها دورة الكربون أي كربون سايكل كل الخلايا تحتوي على الكربون لأنها جميعا تحتوي على البروتينات والدهون والكربوهايدرات التي بدورها تحتوي على الكربون أي هذه المركبات كلها تحتوي على الكربون وأيضا هذه توجد في الخلايا الحية قاس ساني أكسيد الكربون يشكل 0.038 في الغلاف الجوي وتتم إعادة تدوير ساني أكسيد الكربون باستمرار من خلال مختلف العمليات التي تشكل الدورة الكربونية هناك عمليات تعمل على إزالة ساني أكسيد الكربون من الجو وهي عملية التمثيل الضوئي من قبل النباتات وأيضا عندما يزوف في المحيطات وهناك عملية أخرى تعيد ساني أكسيد الكربون إلى الجو يعني في عمليات تانية تعيد ساني أكسيد الكربون إلى الجو هذه العملية تنفس النباتات والحيوانات والمايكروبات والاحتراق مثل حرق الخشب والوقود الحفوري مثل الفحم والنفط والغاز التحلو هراري كربون الكالسيوم كربونيت وهو الحجر الجيري على سبيل المساعدة في صناعة الحديد والصلب والأسمنت التحلو الحيوي الذي تقوم به المايكروبات والفطريات لبقاء الحيوانات والنباتات الميتة لكي تطلق ساني أكسيد الكربون في الجو أيضا تطلق ساني أكسيد الكربون في الجو خطوات دورة الكربون وهي بسيطة جدا هوى نبات حيوان هوى ونشوفها في الرسم البسطة التالية في هذه الشريعة إذا نشوف بقايا الحيوانات تتحلل ويصع ساني أكسيد الكربون الاحتراقات أيضا خشبوا إلى آخره وتصع ساني أكسيد الكربون تنفس النبات وهذا ساني أكسيد الكربون ويستفيد ثاني النبات يستفيد من ساني اكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوي فياخد المرة الثانية ساني اكسيد الكربون والحيوانات أيضا عندما تتنفس يتصاعد منها قاس ساني اكسيد الكربون فهي دورة بسيطة جدا ونرى هنا في الليل وفي النهار الصورة هذه على الشمال هي الليل في الليل فكل الكائنات الحية مثل اشجار تنفسات الكائنات الحية تنفسات ساني اكسيد الكربون وهنا نجد أيضا هذه الطيور وهذه الحيوانات هنا الانسان يشارك باحتراق المواد الأخشاب أو الموازات الأحفوري منها زي الغاز والبترول وهنا في النهار فقط نجد ان الاشجار تستفيد من عملية العملية الضوئية أو فوتوثانثيس لتكوين قذاء لنفسها وهنا فقط في النهار هي النباتات التي تأخذ ثاني اكسيد الكربون من الجو اشتركوا في القناة